قالت مصادر في الشرطة العراقية إن قوات الأمن قتلت أربعة محتجين في بغداد وفرقت عنوة النشطاء يسدون ميناء من القصر الرئيسي القريب من البصرة وذكرت المصادر أن قوات الأمن فتحت النار وأطلقت الغاز المسيل للدموع على محتجين عند جسر بوسط بغداد ولقي شخصان حتفهما بعد إصابات بالرصاص وقتل آخران نتيجة تصويب قنابل الغاز مباشرة على رأسيهما وأصيب ما لا يقل عن واحد وستين شخصا بينما نفى المتحدث العسكري باسم رئيس الوزراء مقتل أي متظاهرين يوم الجمعة وفي الجنوب أعادت قوات الأمن العراقية فتح ميناء من القصر بعدما فرقت بالقوة محتجين كانوا يغلقونه وذكرت مصادر في الميناء أن العاملين تمكنوا من دخوله لأول مرة منذ أغلقهم محتجون يوم الاثنين من جانب آخر دعا علي السستاني المرجعية الدينية العليا لشيعة العراق إلى الإسراع في إصلاح قوانين الانتخابات قائلا إن الإصلاحات هي السبيل الوحيد لتجاوز الاضطرابات المستمرة منذ أسابيع وقتل ما لا يقل عن ثلاثمائة وثلاثين شخصا منذ بدء الاضطرابات في بغداد وجنوب العراق في مطلع أكتوبر تشرين الأول في أكبر موجة احتجاجات تشهدها البلاد منذ سقوط صدام حسين عام 2003 ويطالب المحتجون بالإطاحة بالنخبة السياسية التي يرون أنها مسؤولة عن الفساد وتقدم مصالح أجنبية بينما يعيش الكثير من العراقيين في فقر دون فرص عمل أو رعاية صحية أو تعليم اشتركوا في القناة